أستاذة فاطمة يعني الآن تعافى المدمن وأكيد سوف يعود لممارسة حياته الطبيعية بين أسرته وبين عائلته أهمية دور الأسرة في هذه المرحلة بالذات نعم مثل ما ذكرت أن العملية العلاجية لا تختصر على المعالج والمريض ولكن هي مثلث التعافي الجهات الصحية التي ترعى هذا المريض قدم للخدمات المريض نفسه وأسرته في غياب الأسرة المريض دائما يحس أنه في نقص وأن جميع الجهود التي يبذلها لا تلاقي الاستحسان وينظر إليه دائما بأنه ذات الشخص ذو السلوك السيء لكن بوجود الأسرة خلال منظومة العلاج تبدأ تتفهم طبيعة مرض الإدمان وتحاول أنها تدعم هذا المريض وتزرع الثقة المتبادلة بينها وبينها تساند بما تستطيع نحن لا نشجع على أن الثقة العمياء ولكن أن نبني هذه الثقة بخطوات ثابتة مستقرة تساعد هذا المريض على ممارسة حياته بطريقة طبيعية دائما نقول أن مريض الإدمان شخص محظوظ والناس تعتقد كيف شخص محظوظ أنه ممكن يكون خسر سنوات من حياته في هذه الدوامة لكن انفصاله عن واقع الفترات لما يعود لك متعافي ينظر للأمور بطريقة مختلفة ينظر للضغوطات بطريقة أفضل يستطيع أنه يفصل مشاعره في بعض الأحيان ويفكر بطريقة حيادية ويعود للتعامل لها يعني على خلافنا احنا اللي عايشين حياتنا ونعتقد أنها في منظومة طبيعية ولكن تسارع الحياة الضغوطات تجعلنا في روتين قاتل هذا الشخص اليوم يستشعر التغيرات في حياته يكون ممتن لأبسط التغيرات ويعتبرها مكافآت من ضمن مكافآت التعافي